من ضمن الأسئلة هل يختلف مرتب ما بين مهندس التنفيذ ومهندس المكتب الفني ولو في مين مين اللي بيكون أعلى ومين اللي بيكون لوزن في المكان أكتر الحقيقة فيه كتير جدا من الأماكن بيكون المكاتب الفنية مرتبتها أعلى بنسبة كبيرة من التنفيذ وده في بعض الشركات الكبيرة مفيش حد بيدعت الشركات مهندسين التنفيذ خاصة الجينيور أو السينيور المرتبات أعلى من زميلهم في المكاتب ولكن ضع أنه ممكن أن يكون مهندس تنفيذ لما يبقى GM أو Director يبقى مرتبه كبير بحكم أنه بقى منصب إداري لكن طول ما هو تنفيذ نظيره في العمل الإداري والمكتبي بيميل إلى الارتفاع بالنسبة لي الوزن بيبقى على حسب مدير المشروع فاهم في شغل المكاتب وللأ لو فاهم بيقدرهم قوي أكتر في التنفيذ لو مش فاهم فهو بييجي من خلفية التنفيذية وبيحكم عليهم أنهم ملهمش لازمة ده شغل وده شغل وما فيش شركة تقدر تستغل على حد فيهم واللي يقول لها غير كده ما يعرفش حاجة فمفيش حد أعلى من حد أو أوطى المكتب الفني لو شاطر لأن التنفيذ بيجي بالخبرة أما المكتب الفني لازم تتعلم كورسات ومهلات وحصر وحساب كميات وعقود ومستخلصات وعادة بيقدر بشكل راتب أكبر أما الشركات الكبيرة غالباً الاتنين زي بعض فيه فروق بسيطة لنم تتعامل مع المهندس على حسب الدفع فضع ده فيه الاعتبار وربنا وفقك واكتب لك كل خير بإذن الله اكتبونا فيه التعليقات لو حد عنده تجربة يطارك أنت الدنيا عاملة إيه وهل في فرق ولا لأ اشتركوا في القناة